أيها المواطنون أيها المواطنات صاحب الجلالة يخاطبكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والسلام على مولانا رسول الله وعني وصحبه شعبي العزيز نخلد اليوم بباغل الاعتزاز ذكرى التاسع والأربارين الأربائين للمسيرة الخضراء وهي مسيرة سلمية وشعبية مكنت من استرجاع السحراء المغربية وعززت ارتباط سكانها بالوطن الأم ومنذ ذلك الوقت تمكن المغرب من ترسيخ واقع ملموس وحقيقة لا رجعت فيها قائمة على الحق والشرعية والالتزام والمسؤولية ويتجلى ذلك من خلال أولا تشبت أبنائنا في السحراء بمغربيتهم وتعلقهم لمقدسات الوطن في إطار روابط البيعة القائمة عبر التاريخ بين سكان السحراء وملوك المغرب ثانيا منهضة تنموية والأمن والاستقرار الذي تنعم به السحراء المغربية ثالثا لاعتراف الدولي المتزايد لمغربية السحراء والدعم الواسع لمبادرة الحكم الذاتي وبموازات مع هذا الوضع الشرعي والطبيعي هناك مع الأسف عالم آخر منفصل عن الحقيقة ما زال يعيش على أوهام الماضي ويتشبث بأطروحات تجاوزها الزمن فهناك من يطال بالاستفتاء رغم تخلي الأمم المتحدة عنه واستحالة تطبيقه وفي نفس الوقت يرفض السماح بإحصاء محتجزين بمحيمات دوف ويأخذهم كرهاء في ظروح في ظروف يرثى لها من الدل والإهانة والحرمان من أبسط الحقوق وهناك من يستغل قضية السحراء للحصول على منفذ على المحيط الأطلسي لهؤلاء يقول نحن لا نرفض ذلك والمغرب كما يعرف الجميع يقترح مبادرة دولية لتسهيل ولوج دول الساحل للمحيط الأطلسي في إطار الشراكة والتعاون وتحقيق التقدم المشترك لكل شعوب المنطقة وهناك من يستغل قضية السحراء ليغطي على مشاكله الداخلية الكثيرة وهناك كذلك من يريد انحراف بجوانب القانونية لخدمة أهداف سياسية ضيقة بهؤلاء أيضا نقول إن الشراكات والاتزامات القانونية للمغرب لن تكون أبدا على حساب وحدته الترابية وسيادته الوطنية لقد حان الوقت لتتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها وتوضح الفرق الكبير بين الآلم الحقيقي والشرعي الذي يمثله المغرب في سحرائه وبين آلم متجمد بعيد عن الواقع وتطوراته شابي العزيز إن المرحلة التي تمر منها قضية وحدتنا الترابية تتطلب استمرار تضافر جهود جميع ونود الإشادة هنا على وجه الخصوص بروح الوطنية التي يتحلى بها المغاربة المقيمون بالخارج وبالتزامهم بالدفاع عن محدسات الوطن والمساهمة في تنميته وتعزينا الاجتباط لهذه الفئة بالوطن قررنا إحداث تحول جديد في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج وذلك من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بها بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات وتشتت الفاعلين والتجاوب مع حاجياتها جديدة لهذا الغرض وجدنا الحكومة للعمل على هيكلة هذا الإطار المؤسساتي على أساس هيئتين رئيسيتين الأولى لمجلس الجالية المغرب بالخارج باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة يجب أن تقوم بدورها كاملا كإطار للتفكير وتقديم الاختراحات وتنتأكس تمثيلية مختلف المقونات الجالية وبهذا الخصوص ندعو إلى تسريع يخراج القانون الجديد للمجلس في أفق تنصيبه في أقرب الأجال أما الثانية في إحداث هيئة خاصة تسمى المؤسسة المحمدة للمغاربة المقيمين بالخارج والتي ستشكل الدرع التنفيذي للسياسة الأمومية في هذا المجل وسيتم تقويل المؤسسة الجديدة مهمة تجميع الصلاحيات المتفرقة حاليا بين العديد من الفاعلين وتنسيق إعداد الاستراتيجيا للوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج وتنفيذها وستقوم مؤسسة جديدة كذلك بتدبيل آلية الوطنية لتابعة كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج التي دعونا لإحداثها وجعلها في صدارة مهمها وذلك لفتح المجال أمام الكفاءات والخبرات وخبراء المغربية بالخارج ومواكبة أصحاب المبادرات والمشاريع وإننا ننتظر من هذه المؤسسة من خلال الانخراط للقطاعات الوزارية المعنية ومختلف الفاعلين أن تعطي دفعة قوية لتعطيل اللغوي والثقافي والديني لأفراد الجالية على اختلاف أجالهم ومن أهم التحديات التي يتعين على هذه المؤسسة رفعها تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية والقضائية التي تهم أبناءنا بالخارج كما نحرص أيضا على فتح عفاق جديدة أمام استثمارات بأبناء الجالية داخل وطنهم فمن غير المعقول أن تظلموا سامتهم في حجم الاستثمارات الوطنية الخاصة في حدود 10% شابي العزيز من الخصاصيات التي قدمها الجيل المسيرة تحفزنا على المزيد من التابعة واليقظة قزة عزيز المكاسب التي حققناها في ترسيق مغربية الصحراء ومواصلة النهضة التنموية التي تعرفها أقالي من الجنوبية وبنس الروح يجب العمل على أن تجمل ثمار التقدم والتنمية كل مواطن في جميع الجهات من الريف إلى الصحراء ومن الشرق إلى المحيط مروراً بمناطق الجبال والسهول والواحات ونقتنم هذه الذكرى المجيدة لاستحضار قسمها الخالد وفاء لروح مبدئها ودين المنعم جادة الملك الحزن الثاني أقرم الله بثواه وأرواح كل شهداء الوطن الأبرار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر